بعد توقف دام لعدة أعوام شركتنا في الضيقار تعيد العمل بمستودع الناصري النفطي المستودع المنفذ من قبل شركة الأنابيب الصينية يتكون من سبعة خزانات عملاقة بطاقة إجمالية تجاوزت الثلاثة ملايين برميل سيساهم المستودع بضخ النفط الخفيف والثقيل للتصدير والاستهلاك المحلي عن طريق الخط الستراتيجي لأكثر من خمسمائة ألف برميل يومياً الفائدة من هذا المستودع هو الخزين الستراتيجي للنفط الخام بسعة ثلاثة مليون برميل ويرفد الخزين الستراتيجي للتصدير بخمسمائة ألف برميل باليوم المشروع هي يكون عباة عن ساعات تخزينة تصل إلى 450 ألف لتولي ساعة كل خزان هناك سبع خزانات في المشروع نحاول تقديم العمل ضمن الجودة المطلوبة الخزانات النفطية تعد الأكبر في المنطقة تستقبل النفط الخام من حقول الأحدب وبدرة والغرافة الناصرية وأبو عمود وتعالج مشاكل توقف التصدير الطارئة عن طريق خزد الإنتاج في هذه الخزانات وعدم اللجوء لإطفاء تشغيل الحقول الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة الفائدة الكبيرة المستودع هو ضمان عدم توقف الحقول جراء توقف التصدير أو حالات التضرر التي يصير بالأنابيب فيكون لدينا خزين وافي يضمن لنا عدم توقف حقولنا النفطية من مشروع مستودع الناصرية النفطي في ذيقار لؤي الرفاعي العراقي الإخبارية